في البدء كان إعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن هو هدف عاصفة الحزم التي انطلقت في مارس 2015 الهدف المعلن لم يكن الوحيد فخلف الباب كانت تكمن أهداف أخرى حاكتها السعودية والإمارات انقسام اليمن وتجزئة الأرض والسيطرة على المدن والحدود الممتدة هي الأهداف الخفية أما المعلنة فلم يتحقق منها شيء لكن اليمن كان أكبر من قدرة جارتين على التهامها فعلى المستوى الشعبي والحكومي ظهرت مواقف رافضة لهذه السياسة ابتدأت بتصريحة أشار فيها نائب رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز جباري أواخر العام 2017 إلى أن التحالف ليس جادا في تخليص اليمن من ميليشيا الحوثي لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن مجموعة من الميليشيات أغلبهم صغار السن تجندهم هذه الميليشيات من أبناء القبائل يعني باع مار لا تزجاوز من 12 إلى 15 عجر سنة ألا نستطيع أن نهزم هذه المجموعة معروف أن الجيش اليمن لا يقاتل أغلبية الجيش اليمن لا يقاتل لو كان هناك جدية بهزيمة هذا المشروع وهزيمة هذه الميليشيات لا أعتقد أن الحوثيين سيصمدوا أسابيع بعد عام واحد من تصريحه هذا قال جباري في تغريدة على تويتر إن التحالف ذبح الشرعية اليمنية من الوريد إلى الوريد مواقف جباري إحدى المواقف الرسمية التي قالت بأن هناك انحرافا في طريق التحالف وأن حبل الإنقاذ الذي جاءت به عاصفة الحزم قد تحول إلى مشنقة الرئاسة والحكومة صمتا آذانيهما عن هذه التصريحات دستا رأسيهما في التراب أو كانتا عاجزتين عن فعل شيء ففضلتا لاعتقاد بأن الرائد يكذب أهله لم تكن هذه التحذيرات منقطعة فقد كان لوزير الداخلية أحمد الميسري مواقف رافضة للتصرفات الإماراتية والسعودية والتي بلغت ذروتها حين دعمت الدولتان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانقلاب على الحكومة في عدن والسيطرة على المدينة عقب اشتباكات دامت لأيام في أغسطس من العام الماضي وإذا يكافى الانقلابيون في جدة على ما قاموا به فعل التحالف أن يبشر بانقلابات أخرى أما صالح الجبواني وزير النقل فقد هاجم التحالف مرارا لتصل اتهاماته صراحة إلى الإمارات بتفكيك نيمن من تهميش الحكومة الشرعية ومحاربتها إلى قصف الجيش الوطني وإنشاء مليشيات مسلحة ومنع الرئيس وأعضاء الحكومة من العودة إلى المناطق المحررة وقيادة عملية انقلابية في عدن والعمل على تفكيك البلد فما الذي تبقى في جعبة السعودية والإمارات من هدايا مسمومة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر